السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ان شاء الله هوريك ازاي تقدر تعمل حساب طالب على موقع اوتو ديسك وبالتالي بيديك سماحية ان انت تعمل داول لود لاحدث برامج عندهم زي الاوتوكاد والريفت لمدة سنة كاملة مجانا ولو انت مشترك معنا في دورات بيت المهندسين في خبر كويس ليك في اخر الفيديو خليك معي اوتو ديسك زي شركات كتير بتبقى عايزة تضمن ان كل طلبة كليات هندسة بيستخدموا البرامج بتاعتها عشان كده لو سجلت في موقع اوتو ديسك ازا ستيودينت او حساب طالب يعني بيديك سماحية انت تعمل داول لود لمجموعة كبيرة جدا من البرامج ويفعلها لك لمدة سنة مجانا تماما الطريقة بسيطة جدا هنيجي على جوجل ونكتب اوتو ديسك ستيودينت هو اوتوماتيك هيجيب لك اول حاجة اوتو ديسك ايديوكيشن اند ستيودينت اكسيس هتدوس عليها بيديك هنا لستة بالبرامج اللي انت تقدر تحصل عليها لو انت سجلت بحساب ستيودينت والحقيقة الخدمة دي مش للطلبة بس لو انت محاضر في جامعة تقدر تسجل از ايديوكيتور او ان انت شرور يعني فاحنا هنسجل دلوقتي كستيودينت والخطوات التسجيل كليكيتور هي هي بالضبط كل اللي عليك ان انت تختار بس ان ان انت او ان انت راجل بتحاضر في مكان معين اثناء عملية التسجيل هنيجي هنا نقول له ساين ان وبعد كده بيقول لي اكتب الايميل لو انا عندي حساب انا هقول انا عايز اعمل كرييت اكاونت وهكتب ان الاكاونت ده اسمه انجينيرزهاوس والايميل هو ايميل الادمن بتاعنا admin at engineershouse.org والايميل لا تقدر تسألنا فيه على اي حاجة خاصة به دورات بيت المهندسين او اي مشكلة عندك فيه الموقع لو انت مشترك بالفعل هنكتب الايميل مرة تانية هنا عايزني اكتب الباسورد والباسورد فيها اكتراحات انه يكون فيها ويكون فيها وتكون اقل حاجة ثمان اه ارقام او حروف وتكون يعني فيها حروف على ارقام وكابيتل وسمول وفيها رموز تمام فانا هعمل باسورد بالشكل اللي هو عايزه وبعد كده هقول له اي اجري لاني مش خليك تكمل الحساب لو انت موافقتش على الشروط بتاعتهم باقي اقول له كرييت اكاونت هنا بيقول لي طيب خلاص انا بعدتلك ايميل على الايميل اللي اسمهrivثreading.arg وفي رابط دوس عليه عشان افعلك الحساب بتاعك هنا يعني الرسالة بيقول لي ايه يقول لي لازم نتأكد ان الحساب ده او الايميل ده شغيل فانا هروح على الايميل بتاعي وهدوس على الرابط عشان اكمل عملية الايه عملية التسجيل طيب انا جالي هنا على الميل بوكس بتاعي بيقول وايم ادوس على الزرار ده ابدوس على اللينك ده يقول لي اتنين سيان فهقول له ايميل هنا بقول لي خلاص اكاونت هعمل وقول له done. لحد هنا احنا سجلنا حساب بس لكن ما طلبناش ان احنا يحصل على عشان يديني مجانا. فانا هقول له هنا وفي بيقول لي ان بتاعك هو 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 هي ايه? فانا هاجي هنا في الرول واختار الايه? الرول بتاعتي. لو انا والله هختار 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 ايديوكيتور سكول اي تي ديزاين اه كومبيتشن منتور وتفر ايه الرول بتاعتك. انا هنا عشان اسهل عليك بس الموضوع وعشان تبقى اه ماشي معي في نفس السكة هختار ان انا تمام? بعد كي اي بقول لي اختار فانا هكتب ايجيبت. نيجي هنا في اسم المعهد او الكلية وديت الخبر اللي انا قلتلكو عليه. بيت المهندسين هو عند اوتو ديسك ان احنا فانا اقدر نيجي هنا في وقول له هلاقي هنا ظهر هتختارها. يبقى انت كده بتقول ان انت طالب في بيت المهندسين. طيب بعد كده هكتب ال date of birth هتملاق. ال enrollment date اكتب ان انت طالب معانا دلوقتي لمدة سنة. في حاجة هنا في ال birth هختار اي تاريخ ميلاد. نختار تاريخ ميلاد مش تفرق قوي يعني دلوقتي. بس خليك يعني حاجة في الالفنات اول الالفين مثلا. وبعد كده بيقول لي ال date هقول له ان انا والله مشترك في بيت المهندسين مثلا ولياكم من ابريل يوم واحد عشرين تلاتة وعشرين لحد ابريل برضو. اخر ابريل عشرين اربعة وعشرين. طبعا اختار سنة اختار سنتين براح تكير. بقى كده هنا بيقول لي هل لحد الخطوة ديت انا كده بقت متأكدة ان انا طالب عند بيت المهندسين لأ لما نقول لي بيقول لي اي 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 او اميدي انا عشان مسجل بالايميل اللي هو مربوط بالدمين بتاع بيت المهندسين فبقيت وبعمد خط اتناشر شهر مجاني طيب انت هتعمل ايه? انت كل اللي عليك هيوديك بعد كده على الخطوة اللي بعد ديت خلينا نشوفها هسجل بايميل تاني مايكون شيء بتاعه بيت المهندسين. وهوريك الخطوة هيبقى شكلها هعمل ازاي. انا هعمل ساين اوت من الاكاونت ده. اللي هو بتاع الادمن. وهعمل ساين ان تاني. وهعمل كريات الاكاونت الحقيقة. بس بالاميل اللي هو الجنرال بتاعنا بتاع بيت المهندسين. هكتب برضو هنا انجينيرز. هاوس. والايميل هكتب ايميل. وبعد كده هكتب الايميل تاني. الباسورد نفس الكلام برضو نختار باسورد تكون اه قوية زي ما شرحنا. وبعد كده اقول له كريات. نفس الكلام بعت لي. هروح عالجيميل بتاعي واعمل. دقينا نفس الايميل على الجيميل هقول له ايميل. انا كده برضو نفس الكلام. هعمل تشيك واقول له done. كده انا سجلت بالايميل الجديد اللي هو اه اد جيميل. هقول له دلوقتي اجيت اكسز. نفس الكلام هوا اوتوماتي اخد الايميل. خد الفرست ما واللاست نيم. الرول بتاعتي هقول له ان انا ستيودينت. الكانتري ايجيبت. انا بعيد الخطوات تانية بس. عشان انا اول مرة سجلت بايميل اد انجينيرز. هاوس دوت او ار جي اللي هو الويب سايت بتاعنا. فهو اوتوماتيك عملي من غير ميطلب مني اي مستندات تانية. طيب انا هنا هقول له بعد كده ان انا اه يونيورستي. هختار انجينيرز هاوس. انجينيرز هاوس اكاديمي. برضو هختار اي تاريخ اه ميلاد برضو في سنة الفين وستة الفين وخمسة وكده يعني. بعد كده ان انا دخلت بيت المهندسين في واحد يناير عشرين تلاتة وعشرين. وهخلص اه في يناير برضو بس اخره. اخر يناير في عشرين اربعة وعشرين. براحطة تختار سنة سنتين زي ما انتفقنا مش تفرق. مع كده اقول لكم في الخطوة دي عشان انا مسجل بايميل اد جيميل يعني انا كده في الفيديو سجلت بطريقتين. لو احنا انا محاضر في بيت المهندسين يبقى انا عندي ايميل في بيت المهندسين اللي هو اسمه مثلا الشاي او اد من اد فطالما انت سجلت بالايميل اللي مربوط بالدومين بتاع المعهد او الجامعة في الغالي مش هيطلب منك المرحلة دي اللي هي الورقيات دي. طيب انا عشان سجلت في الخطوة التانية بايميل جيميل عادي بيقول لي لا ارفع لي بقى وصائق تقول ان انت فعلا شغال في بيت المهندسين او ان انت طالب في بيت المهندسين. فبيقول لي يا اما تجيب ترانسكريبت اللي هي زي شهادة بالدرجات بتاعتك او مننا ان احنا بنعمل ان انت طالب عندنا او زي اللي هو الكارنيت كلية يعني. الحقيقة انت بقى كطالب في بيت المهندسين مشترك معنا في اي دبلوما من الدبلوماد دبلوما اكسترا مشترك معنا في كورس اه اتش فاك ميديكال جاسس فاير بلامينج مشترك معنا في كورس الريفت او الاوتوكاد اي كورس من الكورسات ديت انت مش محتاج خالص ترفع اي وراقيات هنا. طيب محتاج تعمل ايه? محتاج ترسلنا او ترسل المسؤول عنك في ادارة التخطيط في بيت المهندسين وتدي له بس الايميل اللي انت سجلت بيه على موقع اوتو ديسك. هو اوتوماتيك هيديفك في السيستم في على موقع اوتو ديسك. ومجرد ما هو يديفك هيبقى عندك صلاحية ان انت تعمل دول لود للبرامج وان انت تفعل البرامج دي. طيب انا هفعل البرامج دي ازاي او هعمل دول للبرامج ديت ازاي? طيب احنا اتفقنا ان احنا مسجلين دلوقتي بايميل جيميل. صح? طيب انا هعمل ايه? هدي للايميل دوت على برامج اوتو ديسك من اه من يعني اد من بيت المهندسين او في بيت المهندسين. هو لما تبعط له الايميل بتاعك ده هو اللي يقدر يديك ان انت تفعل برامج مجانا. طيب هعمل ايه بقى? هرجع تاني. هرجع تاني شايف هنا عندي ال url autodesk.com education edu software overview. هشيل بقى كل الكلام ده. هسيب بس اللي هي edu software overview. لحد هنا انت عملت حساب. عملت confirm للميل. لسه ما عملتش confirm ان انت طالب. هعمل ايه? هعمل ده للوتو كمثال. وهعمل له setup. وبعد كده الايميل بتاعي ده اللي انا بعته لقدرت التخطيط اول بس هي اقدرت التخطيط هي المسؤولة عن تفعيل البرامج. ان هما يدفوه في السيستم عند اوتو ديسك. لما تفعل. لما تسطب يعني الوتو كاد كمثال. ويقول لك طيب آآ يلا فعل البرنامج اللي معاك هتقول لأ انا عايز اعمل ساين ان. اول ما تعمل ساين ان بالايميل بتاعك. اوتوماتيك هتلاقي البرنامج اتفاعل. هجرب معاك ودي في الفيديو في برنامج الاوتو ديسك اوتو كاد. عشان هو صغير. فنقدر نعمله ده واللوت بسرعة ونكمل الفيديو. انا هاجي هنا على الاوتو كاد وبعد كده هقول له بيقول لي اعمل لان ان انت طالب. طيب احل المشكلة دي ازاي? احل المشكلة دي ببساطة شديدة ان انا اعمل للسوفتوير من موقعنا من موقع بيت المهندسين هتلاقي الروابط متاحة تحت الدروس وبعد ما تعمل تبدأ تعمل طيب انا عندي البرنامج اعمل له ده واللوت بالفعل. هاروح رايح على الكمبيوتر بتاعي. انا عندي هنا اوتو كاد هو ملفين وعندي خمس ملفين. هعمل ايه? هبدأ باول واحد خالص اللي هو اوتو كاد عشرين اربعة وعشرين زيرو زيرو وان اندرسكور زيرو زيرو طول اللي هو يعني هتدوس على بس دابل كليك. بيقول لي هنا ان انا عندي الملف ده ملف مضغوط فهعمل له اكستراكت فيه السي وهو كاريت فولدر اسمه اوتو ديسك. اقول له ماشي اوكي. اعمل اكستراكت. خيب بيقول لي هنا ايشيالايزينج. وبيبدأ يعمل اكستراكت في اللي احنا قلنا عليه اللي هو السي اوتو ديسك. ده الفولدر هو عمل له كاريت اللي هو اسمه اوتو ديسك جوه السي. واوتوماتيك هاللي اعمل فولدر تاني اسمه اوتو كاد عشرين اربعة وعشرين. ودهت محتويات الفولدر. هل اقدر اسطب دلوقتي? لا. استنى لما يخلص الاكستراكت. هو اوتوماتيك بيقول لي او اوتو ديسك انستول. وهنا بيقول لي اونس ان هو خلص الاكستراكت هتلاقيه بدأ السيتاب اوتوماتيك. وطبعا بيديك رسالة بيقول لك عايز. ده برنامج عايز يعمل سيتاب. يس او نوت. قول له يس طبعا. عشان ياخد برميشن ان هو يبدأ السيتاب. ده اللوكيشن اللي هو يعمل سيتاب فيه للبرنامج اللي هو السي بروجرام فايلز اوتو ديسك. وده يخلي بالك ده مختلف. يعني هنا السورس بتاع البرنامج بقى موجود في السي اوتو ديسك. اما السيتاب ملفات السيتاب او التنصيب اللي حصلت هتبقى موجودة فيه البروجرام فايلز جوه اوتو ديسك. هقول له انستول. طيب لحد هنا الامور تمام هو بطلب باني ان انا عمل للكمبيوتر تحصل الحركة دي. يعني ممكن تعمل وممكن الناس تانية ميطلبش منها فانا هنا الحقيقة هقول له ماشي اعمل نوقف الفيديو نعمل ونكمل مع بعض. طيب احنا هنا عملنا هنبدأ بقى برنامج هنفتع قيمة ونكتب اوتو كاب. احنا مستطبين اصدار عشرين اه عشرين اربعة وعشرين. هنا المسوش دي بيقول لي ان الملفات اللي هي امددات دي دابليو جي هفتحها دايما بالاوتو كاب. مش? افتحها دايما بالاوتو كاب. هو حتى كاتب بينكو سينر كومندين. طيب مطلوب مني ايه هنا في الويندو دي? الويندو دي بيقول لي يا اما عمل ساين ان باكاونت اوتو ديسك. يا اما ادخل السريل النمبر. لو انا اشاري البرنامج اما. لو انا على نتورك بتاعة شركة اعمل ايه ساين ان بي النتورك. فانا هقول له هنا ساين ان وز اوتو ديسك اكاونت او اي دي يعني. هيفتح لي الويندو ان انا اعمل ساين ان. هدخل الايميل اللي سجلت بيه. ده كان اد جيميل فانا هقوله ناكست. ونكتب الباسفورد تعيدنا. ونقول له. بعد كده هنختار ساين ان. بعد ما نكتب الباسفورد. انا بقول لي طيب خلاص انت كياه تمام. اه الويندو ديات لو ظهرت لازم تكون انت فاعل ان ما فيش اد بلوكر او ما فيش اه بوباب بلوكر. وهنا بقول لك يا ان انا خلاص انت عملت الاكتيفيشن فانا هفعل لك بقى او هفتح لك برنامج الايه الابليكيشن بتاع الاوتوكادي يعني. في الخطوة دي خلاص احنا عملنا الساين ان تمام والبرنامج اتفاعل بدون اي اه مشاكل معنا. في نهاية الدرس اتمنى تكون استفدته ولو لاحظت حاجة غريبة حصلت في الفيديو بعد اما عملت ريستارت اكتب لي في الكومنتات وهي بقى ليك جايزة من بيت المهانسي. سلام عليكم. اشتركوا في القناة